الله معكم، يمكن صعب نقول صباح الخير لأنه خلص الحكي وحكينا كثير بالسنوات السابقة وكل مرة وكل ما يقطع بلدنا بأزمة بنكون عم نحكي وبيكون قلبنا موجوع عشور يوم بدو يجعنا قلبنا ومن وين بدنا نبلش ما حدا بقى بيعرف من الناس حين من الدمار من القتل من بيروت الحزينة من الناس يلي تهجرت وهجرت من الناس يلي ما عارفوا وين بطلت راسا للأشخاص يلي يمكن صاروا بمطرح معين لو بحبوا لبنان ولو وطنهم لبنان ولو بدون يسقوا الأرزة من دمهم بمطرح معين بيفقدوا الأمل لأنه ما خلوا لحدا أمل كل ما نرجع نوقف على إجرينا وكل ما نرجع نوقف تنقول نحن بدنا نضال بها البلد وبنا نرجع نعمره ونبنيه ونرجع ننشور السقافة اللي أخدناها منه والفن والحضارة بيجينا قصص يمكن أوقات مش بخياراتنا بخيارات دول تانية دول متحكمة بلبنان عدة دول مش دولة وحدة كل دولة عندها مخطط وللأسف بهال 10452 كيلومتر مربع بدون ينفذوا كل مخططاتهم بدون يبيدونا يمكن تيرتاحوا أو بدون ياخدوا هيد الأرض أو بدون يعيشونا بالسياسي اللي هني بدون إياها وينفذوا خريطة تشبهن يمكن هيدا الحكي هيك شوي من القلب لكل المستمعين والمتابعين يلي عم بتابعونا والليوم ضيفة هو شاعر شاعر كتب للبنان كتير كتب للبنانية حكي معهم وكتب للبلد وكتب للفنانين تيغنوا لبلدون وخلينا نعيش على أمجاد هيدا البلد بالحلوة والمرة الشاعر نيزار فرانسيس صباح الخير صباح النور كيفك إلا كلك المستمعين واللي عم بيحضرون في إلا كيفك ولا اليوم ببنان ما بقى لازم نسأل لك كلنا سنعرف حالنا كيف عن جد ما بعد يعني وصلنا لمطرح النور سنعنا نستحي نسأل للإنسان كيفك مثل ما أنت قلت قبل شوية هلأ رالف إنه صباح الخير ما بعرف إذا بعد في خير بعد في خير برأيك أو نحن مخاطين بشارك لا لازم نخلق من الخير إذا ما في خير لازم نحن نبرم علين وإيه يعني إذا قطعنا الأمل من الخير بيكون قطعنا أمل من إيماننا بيكون ما في عنا إيمان لا أكيد لا الإيمان هو رجاء وهو وعد إنه في خير وإنه جاي الأفضل بكل الأزمات اللي قطعت علينا وسائبت إنه آخر كم سنة يعني أزمة وراء أزمة عم نقطع فيها كلما نرجع نوقف على أجرينا أزمة جديدة بتتجدد علينا شي مرة فكرت قلت خلاص أنا اللي كتبت له هيدا الوطن كتير أغاني لازم بمطرح معين فكر بولادي هاجر روح لبرة أقعد برة أكيد هلا أنا مثل كل هالعالم اللي عيشت بالبلد أنا حدا عيش الحرب اللبنانية كلها من الخامسة وسبعين يعني كان أمري خمسة عشر سنة أول طلعت وعشت الحرب كلها بس مع كل اللي مرأ علينا يعني عشنا الحروب كلها على أنواعها كانت مشكلة بس مع كل اللي مرأ علينا أنا ولا يوم فقدت الأمال ولا يوم قل أو خف أو برد حبي لهيدا البلد وتعلق فيه لا بالعكس وحتى اليوم أكيد بعتلهم ولادي بعتلهم مستقبلهم لكن بتكل عليهم أنه هن يصنعوا المستقبل كمان بالبلد؟ هكي لازم طبعا إذا ما كنا عملنا ربي ولادنا على هايدي الروحية وهيدي النفسية ما نكون عم نخسر بلدنا بس شو الضمانات يا اللي بتعطيك أمل؟ الضمانات أنه أنه هيدا البلد هو دفرنت عن كل الكرة الأرضية نمط الحياة اللي فيه الروح اللبناني فيه روح هيدا البلد هيدا البلد منه حجار وصخر ونهورة وأنهار هيدا البلد فيه روح ما بتشبه ولا روح بأي بلد آخر بس هيدا البلد منه سيد أرارو هيدا البلد للأسف هيدا البلد سلبياته ما صار أكثر من إيجابياته هيدا اللي بدي يقوله البلد للأسف أنه منه ملك أهله استعادة هذا البلد لأهله هي الهدف الأساسي بس ما فينا نظل تركينه ومش ملك أهله ادي صعبة صعبة لأنه بس جربنا أنه فيه فترات من حياة هيدا البلد كان ملك أهله وكان البلد اسمه سويسر شرق وكان البلد بيعزه وكان البلد محصودين منه كل العالم بس عيام مين عم تحكي عيام فقد شهاب يعني مرأ مراحل مرأ أكثر من مرحلة كان البلد بحياة براحة وباستقرار وبأمان وبجمال وبسياحة وبانفتاح هيدا لبنان هيدا ميستو نحنا للأسف اليوم لا أكيد لا مرنا بهالجوه بس علينا أن نسترجع هيداك اللبنان اللي نحنا مرأنا فيه وعشناه وانبسطنا فيه وعالقليلة نسترجع الإشياء الحلوة يلي نحنا تخلينا عنه يمكن بفترة من الفترات من ورانا بس مش كتير من وراء قلة التلاقي نحنا عنا مشكلة بهيدا البلد هي مشكلة الانتماء هيدا مرض للأسف ضربنا كلنا معظم اللبنانيين عندهم قلة انتماء لهذا البلد انتماء ونصار برات الحدود مشين هيك عم قل لك البلد منه ملك أهله هيدا المؤسف وهيدا اللي بيوجع لازم نستعيد البلد ملكيتنا لهذا البلد ونعرف نتفق ونعيش بقى فيه لأنه ما قلنا غير بعض ولأنه فريد من نوعه ولأنه بقلولك كل طايفي فيه طوايف وفيه أحزاب وفيه مجتمعات مختلفة لا هيدا لأنه هاك هو حلو ولأنه هاك هو لبنان وهيدا اللي بيخليه ما بيشبه ولا بلد بالعالم مشين هيك أجمل توصيف أجمل توصيف للبنان كان قاله أديسة البابا يوحن أبولو ستاني القديس يلي قال وصفه بالرسالة هذا رسالة للعالم إنه مش وطن هيدا رسالة علينا أن نعرف قيمة هذه الرسالة وإنه نعيش بمواصفات هذه الرسالة مش بس بمواصفات الوطن العادي كل الناس عنده أوطان بس مش سياسييننا يلي هني بينفزوا أجانتات خارجية أكيد هني يلي ينشروا وبينبيعوا الانتماء مشكلتنا الانتماء سار رح يتلعصيت على اللبناني إنه شحاد نهاري بيشحد من باريز نهاري بيشحد من الإسراطية ياريت بس شحادة بينطر القرار من برا يقولولو شو بده يعمل مش بس شحادة كلنا عنا ولقل الخارج أكتر من الداخل كلنا ما عنا انتماء هي هاي المشكلة مشكلة الانتماء لهذا البلد لهذه الأرض لهذا التاريخ ما عنا موجودي كل حدا عنده ارتباط بحدا برا بيعلمه وبيعطيه أوامر شو بده يعمل كل بناني نزار كان عنده بحياته قدوة سياسية قائد بيقول إنه هيدا القائد بيمثلني وخاصة إنه قطع على لبنان رجال عنده كاريزما قادي شعب خلق حالي من بشير رجميل لرفيق الحريري للسيد حسن لكتير شخصيات في ناس هاي مؤثرة بتكون تجي بتعمل تأثرت بحدا نشي مرة تعمل بصمة أنا بتأثر بكل حدا عنده انتماء أنا بس بتأثر بالانتماء بس مين تبعت شي مرة أو تأثرت بشخص أنا بحب فكر سعيد عقل باعتبره هو هيدا اللبنان اللي أنا بحبه يعني تأثرت بشاعر عم بتقله مش مش بقائد أكيد الشاعر أهم بكتير من القائد المرحلي والسياسي والزمني الشاعر يبقى الكلمة تبقى وأثبت وأنجح أنا تأثرت بهوضي الناس سعيد عقل الرحابني عملو لنا بلد بذكرتنا منعشقه ياريت منقدر نحققه ونوصل لقلو شو بقى من الأغنية؟ الأغنية اللي بنتغنى فيها الأغنية ما بتموت بعدها الأغنية بتضل الفن ما بيموت والفن ما قاله عمر اللي بدي يقوله أهم شيء الأغنية ما بتموت نزار بس أما الرحابني نحنا بس نغني أغاني الوطنية طبع الرحابني أو لما نغني أغانيك الوطنية وفي أغنية أنت كتبة طبع الراحل من حم بركات صار بدنا حريق يعني بعتقد هيدا يمكن أنا كنتموقف ننشر كل شيء على سوشال ميديا أول شغلة نشرتها هي هيدا الغنية صار بدنا حريق ما للأسف هيدا شفت صار بدنا حريق نتنشر سنة أنا هيدا شفت ايه اعتبرت أنه ها أكتر أغنية اليوم بتمثل الشعب اللبناني يلي كل واحد بيع لبنان لبلد ما عم نتلاقى ما عم نتلاقى على بلد ما عم نتلاقى على تفاهم أكيد بدنا حريق واعتزرت منه للوطن ووقتها كتير اعترضوا علينا ووقفونا إياها للغنية منه كيف عم تقولوا بدنا حريق أخي نحن كشعب نستاهل نحترق صار نحن بدنا حريق مش البلد وتقول له عزرنا يا وطني لو قلنا صار بدنا حريق اعتزرت منه لأنه البلد نحن ما منستحقك نحن ما منستاهلك لأنه نحن اللي غلطنا بحقك لأنه تفرقنا وصار كل مين بطريق ولأنه ما حدا عم يفهم مع حدا ومبقى في محبة بيناتك لو الراحل ملحم بركات اليوم عايش شو بي رأيك كان قال أنت شخص كتقريب منه بتعرف شخصيته كتير منيح عن كل شي عم بيصير زمان غنية اسمها بالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك يا وطني انت بدمي ومن دمي ما بشي لك ملحم بركات بعيش الحرب وبعيش السلم بعيش كل مراحل الوطن بعفوية انتبه بس كان عنده غضب كتير لا بيقصد يمثل ولا بيقصد يبيع كلام اللي بقلبه عراس لسانه وهيدا ملحم شفافيته ويمكن ازيته بكتير مطارح بمحلات معينة لكن صدقه وشفافيته كانوا كتير وعفويته وكانوا كتير واضحين انه قديش هيدا الانسان صادق مع بلده ومع وطنه ومع احساسه فيه اكيد وكان يقولون مثل ما هني تعابيره كانت كتير عفوية وطبيعية انا بقول كان ملحم بركات اليوم بيقول انه انه خلينا نرجع لبعضنا ما قلنا غير هالبلد حقيقة ما قلنا غير هالبلد وما قلنا غير بعضنا وما قلنا ما حدا بيقدر يكون اكبر من حدا ولا حدا بيقدر يفرض رأيه على حدا وهيدا البلد ما حدا لحاله بيقدر يحكمه هيدا البلد بدنا كلنا سوى نتعاون تنكون كلنا نحن لبنان مش كل واحد لحاله يعمل لبنان عزوقه نشرت على موقع اكس منشور لقلك عن الفتنة ايه هي الفتنة مين بده الفتنة بالبلد كل اللي بدهن يوقعوا لبنان بدهن الفتنة لانه الفتنة هي اشرس سلاح واقذى سلاح ممكن يستعملوه اكتر من كل هيدا اللي عم يضربوا الطيران والاصف والقهر الفتنة هي مئزية اكتر بعد وهيدا اللي بنخاف منه ان شاء الله يضل في عنا وعي ننضل منتبهين لحالنا ولبعضنا نضل منتبهين على بعضنا ما نوصل لمرحلة الفتنة لانه الفتنة كتير خطرة شو الفرق بين لانه انت بتعرف على منصة اكس وعلى السوشال ميديا جميلا كلها عم بتشوف فيه بذور للفتنة فيه طريق التعاطي كتير غلط مع بعض الناس خاصة بهيك وضع بهيك اوضاع مش لازم فيه كتير اشياء مش لازم تنحكها فيه كتير جراح مش لازم ننكأة فيه شماتي فيه حتى ناس بتشمك بناس والمش حتى الناس المشموط فيها كمان تستفز ناس عم تستفز الناس اللي عم يشمتوا خلونا بمصيبتنا انتبهوا لحالكم وننتبه لبعضنا لقلك غيري ولقلي غيرك بهيدا البلد اذا ما نحنا دوينا بعضنا وما كنا حط بعضنا وسندنا بعضنا ما حدا رح يتطلع فينا اليوم كيف عم بتترائب يعني بين حرب 2006 حرب تموز والحرب اللي نحنا فيها اليوم شو الفرق؟ لا كليا بتصور هاي دي اشرص واعنف و بتحس انه عدد الشهداء اصلا اكتر والدمار والدمار اكبر يعني عدد الشهداء اللي نعملوا بكل حرب تموز اليوم تخطيناهن بكم يوم بكم يوم تخطيناهن متروكين اكتر بحرب تموز ما كنا متروكين هالقد لبنان متروك هلأ متروك نهائيا عالميا وكأنه في قرار عالمي انه اللي عم بيصير تطبيع هو يلي قدى برأيك بمطرح معين كمان لانه ينترك لبنان زيادة تطبيع اي انه اليوم الدول العربية بمطرح معين عم تلجأ للسلام ما بتصور يعني هلأ اذا عدد تطبيع يعني بدك تشوف لكن في مؤامرة خبيثة اذا هيك ناس ما بدت تطبيع وناس بدت تطبيع ونحن عم ندفع التمن طلعت الممثلة المصرية الهام شهين مبارح وما بعرف اذا شفته للفيديو انتشر كتير على سوشال ميديا بتقول انه الحل هو حل الدولتين لفلسطين واسرائيل وانه خلاص خلالنا عيش بسلام انا بقول اسرائيل ما بقى تقبل بهيدا كمان حتى صرنا بمطرح تاني لانه انتصرت لانه انتصرت يعني عغزة عحماس بتعتبر حالة هيك هي لانه لانه مثلا انا بعتبر انه في حلول كتير ما بقى تقبل فيها العدو الاسرائيلي خلاص بلبنان بعدها العالم متأملي بالناصر انت شايف هاي دي الحل يعني بالنتيجة رحنا على الساعة اكيد فيه ناصر لقلك وين الناصر الناصر انك تبقى بارضك ومتمسك فيها وتبقى ما تفل منها ما تتركها ما تستغني عنها ما تتخلى عنها هيدا ناصر انه ما فيك انه ما فيك تركعنا هاك يعني ما فيوني ركعوا العالم بهالطريقة شو بدون يعملوا يعني اكتر من ما عملوا الاسرائيليين شو بدون يعملوا خلاص نحنا متركين اذا حرب كن مع ناس عم تاخدوا كل العالم بالطوفي في ناس اطفال عم تدفع التمن في عائلات عم تدفع التمن ما الا علاقة انا بعرف في ناس ما الا علاقة ما زنبة ومش هاك بتصير الحروب ومش هاك بصير التكافؤ بغض النظر عن كل المعطيات او الاشياء السياسية والمواقف سيببدي فيها انا انا عم بحكي عدمار عدمار بلد مي بدي يرجع يعمروا هايدا مي بدي يرجع يرد الناس عبيوتا صعباء يتعمر متل ما تعمروا بالالفين وستة نحنا بغير مطرح الدول ما بقى تعطي وتساعد نحنا بغير مطرح كليا انت ابني بعلبك لما عم بتشوف بعلبك عم تنقصف والبقع كله عم ينقصف شو بتقول بتقول حق على الداخل يلي ورطنا بحرب موسينا دي كان فينا نكون بعاد عنها هاي دي اشياء سياسية مواقف انا ما بفهم فيها ما بعرف فيها بس انا لما بتنضرب بعلبك بتطلع بقلعة بعلبك وبعرف انه هاي القلعة عمره 4000 سنة كل اللي مرقوا راحوا بقيت هالقلعة يعني كله راح يمرقوا تضل بعلبك تضل شامخة هل قدي عندك امل نجار ولا هيدا حكي ازاعات حكي هوا حكي اللي لازم لا 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 المفروض انه نضل هيك هيدا هيدا الروحية والنفسية لازم بتخلصنا وبتساعدنا هيدا ايمان انا ايماني بلبنان متل ايماني بالله انا بقامن بلبنان انا مش بحبه للبنان انا بقامن بلبنان يا من نموت كلنا وبينتهي الوطن يا من نكون رجال وبيبقى الوطن كيف يعني لما نكون رجال يعني نحمل يعني نكون نكون صلبين بمواقفنا نكون صلبين بكرامتنا نكون صلبين بتمسكنا بتجزرنا بهيدا الارض وما نخاف وما نترك وهيدا قرار يا اما من نوت يا من نعيش بكرامتنا يا بدنا نخلي الوطن اذا متنا كلنا بيروح الوطن واذا كنا رجال بيضل الوطن فيه سياسيين اليوم بمطرح معين بتقول انه هول السياسيين بتناشدن انه يتصرفوا اكيد ولا ماش بايدن لا هي هلأ صرنا بمطرح كتير كبير بس مفروض السياسيين يتلاقوا يعني اليوم للأسف بعدك بتلاقي في مناكفات داخلية بلا طعمة بعد فيها هلأ مع هايدي كل كل الازمة والكارسة مش قرصة ازمة هايدي اسمها كارسة كل الكارسة اللي نحنا فيها بعد فيه مسيسيين عندن اعتبارات كتير ديقة وصغيرة وبعدهم عم بيحكوا فيها قلكن عين بالرئاسي اصدر بكل شي ايه حتى بالرئاسي قلكن عين بعد قلت عين على على كل اللي عم بيصير يفلين او يفلين او يفلين مين ما كنت تكون بعد قللك عين تحكي عن عن اشي بلا طعمة هالقد صغيرة طمنت على معين شريف ايه اكيد بعد ما راح بيته اكيد بالاصف اكيد بتقول انه معين شريف ما مفروض يكون هالقدة فيت بالقضية مفروض يكون محيط حاله يهتم بس بفنه خي هيدا رأيه هلأ هو فنان انا بحبه كتير بحب صوته معين انا ويا في قلمه كتير محطط عاملين ناجحات كتير ايه اكيد بس بس هو هيدا رأيه وانا ما فيه هلأ ترى فنان يعطي رأيه يعني من مير في معين شريف من مير كمان مسلا منشوف إليسة بتاعتي رأيه رأيين بيتناقضوا مع بعض هلأ الرأي الشخصي حر في الانسان ما عنده مشكلة انا مع كل حدا يعطي رأيه بالعكس الرأي الشخص المهم رأيك ما يأثر على غيرك ويأزي الفنان بيكون عم سؤوليته عم يعطي رأيه مش عم سؤوليتي ولا عم سؤوليت غيره يعني اليوم أنا إذا فنان وعنده جمهور من كل الأطياف أكيد لما بده ياخد موقف محدد بده يزعل من جمهوره هو اللي عم يخسر ويمكن يربح بمحال تاني هيدا شيء خاص فيه أنا ما فيني أفرض على حدا بس أنا برأيي إلي أنا لازم الفنان يكون جامع لحظت اغتيال السيد حسن نصر الله وين كنت؟ لحظت اغتيال السيد حسن كانت بي بتصور كنت نازل من آآ من أهل آآ كنت عالطريق واتصل فيي اتصل فيي ابن عمي آآ آآ اللي سمعت هزت بيروت وقتها كانت الضربة هيك مثل الزلزال يعني الانفجار كان ضرب كتير قوي ايه قلت له لا ما سمعت والله قال لي في شي كتير كبير صار وهيك كنت متوقع انه هيك ما اقولش يصير؟ لا أبدا 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 يعني ولا حدا متوقع إلا مش هالحايك وليلا عبداللطيف ايه انا لك مع اني انا ما بأمن بهالافكار بهالاشياء لكن بتصور اسهمون عليك كتير بهالمرحلة عم بيسموا الامور يعني ليلا مش مش مخليه اسم مش مخليه توقع مش مخليه حادثي ما ذكرتك كل شوي بشوف لها فيديو عن شي قايرته انا انا عن جد في ناس بتشكك بالمتوقعين بتصير تقول انه استخبارات بتصير تقول انه انا مش عامل ايه انا صراحة ما عامل ايه الى تفسير يعني انا انسان مؤمن ايمانيا ما لا تفسير عندي ومنى وصياسيا ما قالي حق فسر لانه كمان اه ما قالي حق فسر لانه بكون عام بظلمهم لاش بلاش تفسيراتهم هيك با ما عارف بس في شي في علامة استفهام كتير كبيرة اه مع انه اه مش الحقيق تنبق لي لقلي و وعملوها نكتة يعني اه حكي باول السنة انه رح يصير فيه كوارث وازمات وحروب و وناس تختفي ودمار و وفلان خطر ع حياته وفلان خطر ع حياته وفلان خطر ع حياته وفلان كان كان تشاؤمي الا علي قال نزار الفرنسيسة رح نشوفه اكتر من شاشة عريضة شو باك تعمل نزار فنكتوا عليا قال له قال له مش الحقيق بدي موتنا كلنا مش باغر الزار الفرنسيسة يندبنا يمكن اه في كتير ناس وبنشوف على سوشل ميديا مش مصدقة انه السيد حسن اه اختيل او استشهد لانه هيدا الحب اللي بيحبوه ايه الناس بتحب المثل طبعا في ناس قارنت هيدا الشي ببشير جميل ببشير جميل انا اشت بالمرحلة كمان في ناس ضلت بعد دفننا بشير وحضرنا جنازة بشير وضلت العالم مش مصدقة انه ميت بشير ضلت شعرين وثلاثة واربعة وسنة لو اليوم طلعت هيدا الخبرية هيدا هيدا حب الانسان للي بكون متأثر فيه لو اليوم طلعت هيدا الخبرية كلها تاكتيك سياس استراتيجي واو شو بتكون رادي تفعلك واو بتكون صدمة متل كل الناس كل الناس هتنصدم فكرت فيه اشي مرة شكيت فيه ناس كتير هلا انا بقرأ تحليلات انه اه ياريت بتمنى بتمنى تكون مناورة مناورة لخدمة الحرب يعني مناورة من ضمن مناورات حربية عسكرية او سياسية بس كتير بعيد من الموضوع يعني ما انه ما انه لوجيك ليش لانه عم نشوف قدامه شو عم بيصير بس انت بيرأيك بعد كل شي شايفه السيد من عملية البيجرز العمليات الاستهداف بالشقق يعني بالشقق بمطرح ما انه قاديم مشكلة البناية صح لكل هيدا الخرق اللي كان ساير والاجهزة الاستخبارات يلي متابعة كل هيدا التفاصيل برأيك انه هو ما كان معتبر انه بمطرح معين معقول يوصلوله وخاصة انه بالضاحية حلق هو من لما هو قيله اكتر من مرة يعني اكيد عامل حساب انه يوصلوله بيوم من الايام وهو بيحرب معه بالنسبة له بيحرب هو مفتوحة ومعرب باي وقت انه كان انه يستشهد فمانه غريبي مش تازم يستغربوا عشو خايا هو عامل حساب وعارف حاله اللي بيكون بموقعه وبهيدي المواجهة اكيد بتكونوا معرض للإستشهد ولانه يطالوا العدو عشو خايف على لبنان ومن مين خايف على لبنان خايف على لبنان من اهله اذا ضل في تباعد بين بعضه نخسر لبنان كلنا ويصير لبنان لبنانيت يعني يتقصم خايف على جغرافية لبنان في كتير ناس دايد بعد الثورة انه يتقصم البلد عايد ليش؟ لانه هيدا البلد تلك قبل اول حديثنا فيه روح والروح ما بتتقصم بس نيزارة ما تشوف الطيار بده شيء والحزب الله بده شيء والقوات بده شيء وكل فريق بده بده شيء وكل طائفة بده شيء بتقول انه لا لازم يضلوا نعايشين مع بعض بالقوة لا لازم مش بالقوة بالمحبة بالتفاهم بالاقتناع بالاخر بالقبول الاخر بمد الجسور بالقبول ما فينا نتعاطى مع بعضنا كأننا عداء نحن أولاد وطن واحد نحن منختلف بالرأي منختلف بالعقائد لكن ما منختلف بالانتماء الانتماء بيجمعنا هيدا المشكلة اللي عنا اذا بدنا نضل هك كلنا رح نخسر محدا منا رح يكون ربح اكيد انت دايما بتشد على الجيش وتحكي بالجيش لانه هو الوحيد المؤسسي لبعض جامعتنا انت معت سليم سلاح المقاومة للجيش واندمام يعني صفوف العسكر طبع المقاومة للجيش اللبناني لش الجيش اللبناني غريب عنا بل الجيش اللبناني هو ولادنا وأهلنا ومننا ومن المقاومة ومن العالم من كل لبناني الجيش اللبناني وين الغريب نحنا اذا كلنا بنلتفح ولا الجيش اللبناني بنكون بنكون عم نربح بلد مشكلة لبنان انه كل فترة بيطلع فيه وحزب بيتسلح وبيصير ميليشيا لانه لانه مرهونين لبرا بس هي ها احد مشاكل لبنان برأيك اه اكيد اكيد لما منبطن ننطر لالوه من برا منصير نعرف نبني وطن تركونا برا مرة واحدة نجيب رئيس جمهورية متل ما بدنا مين مش هالعون لا اكيد لا شو صار ما تركونا برا لا اكيد ما تركونا هني نقوا كانت كل الدول وافقوا كانت امريكا ما بدها كانت دول العربية ما بدهم هو عتفكر بلبنان في رئيس بيجي هو عتفكر بلبنان في رئيس بيجي بلا ما يكون في اوكي من برا ايه او غض النظر مش دروري اوكي موافقة يعني انت اليوم عم بتقلي ان الحريري وقت حط ايده بايد اه هون ايجي اوكي من برا جعجع وقت عمل الاتفاقية وطلقوا على التلفزيونات كان جاي اوكي من برا كل سياسي كان جاي اوكي من برا تقدر عمل هيدا الشي كل سياسي اتيني بجرأة كل سياسي شاف عنده رؤية معينة كل سياسي شاف من ضمن الرؤية طبعه وعلاقاته مع برا اكيد ما حدا يقل لي ما في سياسي بلبنان ما عنده علاقات مع برا وارتباط ببرا اه ما فيه كلهم من ضمن هيدا الارتباط من ضمن هيدا العلاقات اكيد اه متل ما بيقولوا استخلص خيب مش اوامر مشاورات غلطة ما حدا بيتصرف في هيدا البلد الا ما حدا يسمح له غلطة كانت وصول الميشال عون للرئاسة ده ليش غلطة مش غلطة ابدا مش كان عنده جمهور اكبر وقته ما كان رئيس مش كان حالة اقوى ايه كان بتصور ايه يا ريت معامل رئيس يعني اه يعني انه لو ضل بمحل وصول لرئاسة ايه بتصور وصولوا الى الرئاسة افرغوا اه وصولوا الى الرئاسة اه حملوا اه يمكن اكتر من طاقتوا لانه الوعود اه مش بس الوعود الوضع اللي صار اه انه شو ايش غصب عنه نووي ما اجا غصب عنه نحلا بالقوة ما اجا ما في رئيس بيوصل بالقوة ترك ترك لبنان بفراغ رئاسة سنتين قابل منه كان فيه بسنتين لا قابل منه كان فيه رئيس قداش داللهنا لما اجر الرئيس سليمان وكان وضع استثناء كان ميت رفيق الحريرة وكان هي زيتا ما كل مرة كسرنا عامل هايدا اللي عملنا كرماله غنية صار بدنا حرين نحن جماعة مش متفقين بنجي لنعمل حكومة من ضل ست شهر لنشكل حكومة وزنين بنجي لنعمل رئيس جمهورية هاي صارنا لا بسينا انطر على عيد الميلاد انو الحكومة رح تكون هدية العيد انت عشوف هالمسخرة انو خيف يعني بلد ما عم يقدر يحكم حاله فراغ فراغ على كل المستويات خلصوا الناس قبل لك قبل الرئاسي قبل الرئاسي ردوا مصاري العالم اللي بالابنوكي شوف شكون تعملوا بالناس الخربية بيوتها لك نحنا ضربة ورا ضربة ورا ضربة ورا ضربة نحنا غير عن كل العالم اكلناها نحنا بلشنا عنا بثورة سبعة عشر تشرين اجيت وراها الكورونا اجيت وراها انفجار بيروت المرفق اجيت وراها هلا هاي دي الحق بعد ما قصنا بعد ما صارنا ناخد نفس في كتير فنانين علقوا على اللي عم بيصير ولكن تعليقهم كان خجول برأيك بيخافوا على مصالحهم يعني ما في غير اذا بدك ماجدة الرومي يلي نشرت فويس بصوتا عم بتقول ريسارة عن جد يعني ريسارة البقوي تويت خبرية من هون خجولة لا يمكن وفي هايفا وهبة نشرت فيديو حطت انه لبنان عم يتدمر والعالم غافي والعالم غافي ايه لا حرام حرام هيدا بلد بس بقى الفنانين وين هاي دي الناس اللي عم تتهجر قاعدة بالطرقات انا عندي انا عم ببرم كنت على المدارس على مناطق الناس حين لك هاي دي الناس هاي دي عالم هاي دي اهلنا هاي دي ناس لبنانية ما بقى فيه فنانين وطنيين يعني ما بقى فيه متل صباح ومتل وذيع فيه تجار خيام فيه تجار اليوم فيه تجار ما فيه فنانين ليلة بينعدوا عالصبيع واذا ما بدي اقلك عالصبيع بدي اقلك عالصبيع اليد الوحدة مش اليد تاني مين بقى فيه فنانين وطني بيشبه فنانين بس انا بعرف فيه وما بدي اقول عنهم بس انا بعرف فيه وبعرف فيه فنانين عم بيساعدوا ما بيش مهم وعام يدعمه بدون ما يقول. مش مهم. مش هي مش قصة مساعدة. لا لا خليلي قلق. هي قصة اليوم تماما. في فنانين عندهم. صوتهم هول عندهم ملايين ملايين من الفولوورز هول صوتهم بيوصل للعالم اسرع مني ومنك ومن الكاميرامان الموجود ومن حياة لشخص عم ينشر. هكير. هكير. وين اني ساكتين سامتين عم بيساعدوا بس بيبعثوا فراش او يبعثوا اكل. اخيي عندهم حساباتهم. انا انا ما بدي علم حدا شو بديو يحكي. عندهم حساباتهم. كل حدا عنده حساباتهم. وكل حدا فيه ناس بيعتبروا انه انا اذا بعمل حفلات وبغني هيدا هيدا وطنية عم بساعد وطني. مقاومة عم قاوم عم ضاين عم صع عم بصمد. فيه ناس بيعتبروا انه لا. اذا انت كزا غنية وطنية عملتوا بشكل مجموعة فنانين كانوا قدوا. انت بتعرف لو ما انتوا كنتوا عندكن الهمة ودقوا لهالفنان ودقوا لهالفنان وتعملوا. هني ما بيفكروا يعني. اكبر معاينات كنت عينية. انا عملت اكتر من اعمل. وكان مين بده يقول جملة اكتر من مين. للأسف. يعني من هون انت لازم تعرف رالف انه. يعني يعني هني كذبين. فيك. لا ببدي يقول هيك بس بدي يقول انه. عندهم هيدي الانا. عندهم الانا شوية زيادة. انا عنايت منها كتير معهم. هيدا الفرق بين الجيل القديم وجيل الخاضر. ايه طبعا. ايه طبعا. اه. هيدي الانا. اه. ضاربي بالوسط الفني. للأسف. اه. كلهم? لا. مش كلهم كلهم. لا. في ناس كتير عندها اخلاق وعندها تواضع وعندها معطياء عندها يعني بتتواصل معك بطريقة بتقول معك. هي بس الانا ولا كمان قلة الوفا? والطمع والجشع والبيل. هي الانا بتاخدك عقلة الوفا قوت كتير. اه. اه. في كتير فندانين طرعوا اه بلا وفا معك? معي انا ما بتطلع انا عليون. لكن بيكون وفي ما بيعني قلة وفا غيره او او وفا غيره. لا بس بتعز على الدنيا لما يشوف مسلا اه شخص ما بيتلفن ما بيسأل او صداقته عبرة. انا 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 معودهم عاي الشغلي. انه انا لا بسأل عنهم ولا بدي حالة يسأل عندي. انا معودهم هيك. ما بتعمل اتصالات بتسأل. لا بحبهم. لا في تواصل كتير في صداقات هايدي صارت. مش شغل. بس انه. بمهرجان الارز من كم سنة قدمته اوبريات الارز. اليوم معقودكن عم بتحضر اوبريات الواصلة. وعملت تفعيدي ماجد الرومي بغير بتاني سنة عملت الارز من طال وكمان اوبريات الارز. صح. معقود تحضرش اوبريات وطنة. ايه لاش تبقى. مين بتختار اسمائك وانهم بغنوه. بختار اللي عن جد بده يشارك ومعها. ما بنشبر حدا. بس بتصور لازم يكون في لوحة لبنانية. ما بتقل اهمية عن اللوحة اللي قدمناها. فنانين لبنانيين. بي اوبريات الارزي بمهرجانات الارز. لانه كانت جامعة اذا بتلاحظ الاسامة ولها. كانت تعني. كانت لبنانية الفنانين لبنانيين. ايه اكيد. انا اليوم شفنا يمكن الفنانين اللي العرب كتبوا وغنوا لربناني. شيري عبدالوهاب غنيت لربنان ايه. ايه. واصالة. ايه من زمان الالفان وستة. ايه بس هلأ يعني انا عم ترجع تنشرهم وما عم تنشر الاغاني. انا عملت انا عملت وعملت وقت اغاني للبنان بالالفان وستة. بتقول مسلا. اصالة بيكفي بقى انا عملها. بتقول مسلا وين جوليا? جوليا يلي هي صوت المقاومة وصوت الحرب وينية. يعني. يعني جوليا لو غابت. اغانية موجودة. ما بت اه. اغانية حاضرة. وبتلاقم كتير الاوضاع. ام. مين اه ما قلت اللي مين بتختار يكون موجود بالاوبريت الوطني ازا عملتوا? كلهم. كل اللي بيعنوا كل اللي بيعنوا للبنان وبيعنينهم لبنان. بيجوا? ايه بيجوا. ام. بيجوا نحنا امام مرحلة صعبة. راغب علامة جلد بين ورا اه غنائه بعرس. ام. اه. لانه كان مرتبط في هالاخطأ ولا بالنسبة لك انه هيدا عمل. وهو عم بيقوم بعمله تايطلع لقمة عيشه. لا هيدا مش لا مش تايطلع لقمة عيشه هي منها الاد خفيفة القصة يعني مش هالاد يعني بلا يعني ايمتها انه بدنا نطلع ايمة عيشنا لا. بس هيدا ارتباط. مرتبط مع الجماعة. بس شخل. مرتبط هو وياهون وبكون في كونترا بينياتون وهيدا شغل. ام. مش تايطلع لقمة عيشه عنده ارتباط. وراح كفة ارتباط ووجهه ما راح يعني ما بتصور هالاد هالجريمي مانا جريمي لا. مانا جريمي براية. لا اكيد لا. اليوم اه اه عم بيحاولوا ينتخبوا رئيس مين الرئيس الجمهورية يلي بيقول نيزار فرانسيس هيدا يمكن يكون منيح بها المرحلة. قائد الجيش. بس. لانه ما عاش في غيره. اه هاك بيقدر يجمعنا ك كمعاني لقلو. شو بتوجه لكن. انا الجيش اللبناني بيعنيلي وقائد الجيش اللبناني بيعنيلي. والعماد جوزيف عون معروف موقفه. معروف يعني انتمائه. شو بتوجه لكن رسالة لجبران بسيريا اللي مش راضي بقائد الجيش. يستفل هو حر. انا ماني عم بس انا بشوف انه القائد الجيش هو مشروع لخلاص هيدا البلد هالله. بالوقت الحالي. يلو ما تشوف بيروت. اه مغطية بالدخنة السوداء. اه الدخنة يلي هي دخنة الاصف. ودخنة الخراب. و وعدم يعني وجود. بيروت. يعني عدم وجود امان واستقرار بلبنان. هيدا البلد يلي ازا بيعيش بامان واستقرار. يعني كلنا بنسمع انه من احلى البلدين. من اجمل البلدين. للسياحة. احلى عنوان. بس شوفها هيك شو بتقول. شو فيش شو بتطلع معك قصيدة. شو بتيقول لبيروت. اه. تعودنا نحنا. لبيروت او للبنان. لبيروت او للبنان. لبيروت. اه بدي اقول لها معلاش. هاي دي كتير بتعني لنا بلبنان كلمة معلاش. انه بتقطع. فيها جبر خاطر. فيها صبر. وفيها امل. انه راح يكون فيه بعدين احلى. هاي المعلاش كتير بتعني لنا بلغتنا اللبنانية بهاي اللاج. بدي اقول لها معلاش بكرة بترجع يا بيروت. تخلي الحزن بيدفترك ورقة. وقولي لكل اللي ناطرنا نموت. نحنا شعب من موت. تنبقى. ايف. الله هايك مكتوب علينا. انه نموت تنبقى. بتخاف اه انه مش على ايامك تشوف لبنان مزدهر? لا ان شاء الله لا. يعني الله يطول بعمر. ان شاء الله لا بس مش على ايامنا كلنا يعني. ممكن ممكن ان شاء الله لا بتصور نحنا بمرحلة كتير دقيقة. واذا ما شفناه راح يشوفوا ليدنا ما بيأسر. نحنا بمرحلة تغيير تاريخ هلأ. ايه تغيير تاريخ وان شاء الله ما تكون تغيير جغرافيا. هيدا المخيف. جغرافيا وديموغرافيا وكل شيء. هيدا المخيف. تغيير تاريخ وتغيير جغرافيا. يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يكون عم عم زيدة او عم بتشيقم. بس اه الاحداث كتير خطرة وكتير كبيرة وكتير مش مرأة علينا قبل هلأ. مرأة علينا كتير احداث. بس مثل اللي عم بيصير اليوم. وكأنه العالم كله متفق علينا وناطر. ناطر العدو الاسرائيلي ليخلط شغله. براية كل الاشخاص يلي كانوا آآ يدعوا ل لبنان بالحياد. لبنان يلي تعيش بسلام. آآ دايما هول اشخاص يهاجموا. يعني من البترك. من موسى الصدر. من كتير آآ رجال آآ عاقنين. رجال دين حتى. اي. كانوا يدعوا للحياد. انت مع الحياد. لا انا مش مع الحياد بالنطلق ولا مع الالتزام بالآخر بالنطلق. بالخارج. لا آآ آآ في محلات للحياد آآ اكيد بينفعنا. واكيد كان بمحله. كان لازم ناخد قرارات حياد بمحلات معينة. كانت آآ كنا تجنبنا كتير آآ أثمان باهزة. آآ. وفي محلات كمان ما فيك تكون على حياد. لانه كمان. وين كان لازم تكون على حياد. لانه كمان لقلك. لانه كمان متل ما بيقوله الشخص المحايد هو شخص لم ينصر الباطل. آآ. لكنه حتما خزل الحق. آآ. بين الحق والباطل ما فيك تكون على حياد. آآ. بس وين لازم تكون على حياد. بس في محلات لما بيكون الخطر على مستوى وطن. وبدأ تكون الأثمان باهزة. في ناس عندهم بصيرة بيعرفوا انه آآ لازم نكون هلأ على حياد. لانه نحن ملنا قد المرحلة. آآ. يعني انت كنت مسلا مع آآ المساندة غزة؟ هلا هيدي حسابات آآ ما بعرف خاصة في خاصة باللي باللي عملوها. بس انت كالبنانة بتقول كنت مع مساندة غزة او انه خلي الدول الاقوى والدول يلي بتقدر هي تساند. ما بعرف حساباتها هيدي ما بقدر جاوبك لانه هيدي شي سياسي صار. ما بقدر جاوبك. موساندة سوريا موساندة اليمن. لا هيدي هيدي متاهات سياسية انا بعتبرها. منا يعني هيدي اشياء الى علاقة بال الى اخراج ما بعرف. انا كلبناني بيعني لي لبنان. ما بيني لي غير لبنان. مين اليوم عم بيساند لبنان؟ للأسف ما حدا. ما حدا عم يساند لبنان. هيدا واضح. مم. ولا حتى ولا حتى ايران؟ نحنا متركين متركين. ولا حتى ايران؟ لا لا هيدي مش مساندة هيدا. هلأ مساندة اسمها اللي عم بيصير؟ لا. لا. مم. الحزب بعده برأيك قدر يكفي بنفس الوتيرة يلي كان فيها؟ ما عندي عم. هيدا بكتسأل عنا خبير عسكري. وخبير سياسي انا مني هاورك لهم. ما بس ما انت جلسيتك وقعدتك و. لا انا 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 بكتسأل لا. اكيد مش كلهار قاعدة بتكتب شعر. لا بس انه اللي بعرفه انا انه يعني. ما بتعرف هيدا الحرب ايه؟ يعني برأيك انت ما حدا رح يقدر يلغي حدا. شو رح ايه ما في. ما حدا بقدر يشيل حدا من هيدا البلد بالمرة نهائيا. وما في حدا بقدر يغلب حدا انتصار كامل. لا اكيد لا. اكيد رح يضل رح نرجع ورح يكون في العالم هيدا اللي عم تدفعها الاتمان البهزة رح تكون رح تكون موجودة ورح يكون الى حق بهذا البلد. رح يكون الى رح يكون الى تعزية. رح يكون في الى تعزية. لانه في ناس كتير كتير انظلمت كمان. اه خلينا نروح معك اذا ناحية تانية. كمان انت عتبان على الفن. اه لما تكتب المجتمع اللي بيساعد التافه يصير مشهور ما له حق يعترض على تفاهته. ايه؟ مين كنت قصد؟ كتير في تافين. نشألي لي هالتافين اللي على السوشال ميديا وعلى. كيف عم بتشوف الفن اليوم؟ وجيل هالفن اللي عم يطلع. مثل وضع البلد. بحالة مزرية نحنا هلأ. في حدا عم. كمين يدق له. في حدا عم تقول انه فيه امل مثلا بهالصابية او بهالشاب من الجيل الجديد؟ يعني هلأ الكانسبت كله تغير. يعني ما بقى فيه بنى بعصر النجوم. بعصر شو؟ بعصر الغنية والعمل. بس الغنية اللي عم اسمعها. ايه طبعا اليوم صرت صرنا بغير مطرح يعني. بطل فيه ضوابط. بطل فيه نوع من القوانين الذين. زيتية للانسان. لطريقة العمل الفني. يعني كنا بالاول اه المساحات المساحات الضوء على الاعمال الفنية كانت محدودة. ومعينة ومعروفة يعني. اما كان فيه شاشة التلفزيون او اتنين او تلاتة. وكان فيه محطات واذاعات. وهي اللي تنقل الاعمال الفنية للناس وتفوتها على بيوتها والناس تحب او ما تحب. لكن كانت هذه المحطات كمان عندها نوع من ال. حتى لو بمحلات معينة كانت تجارية وتسوي بفلوس الاعمال الفنية. بس كانت الاعمال الفنية محدودة ضمن بقعة هذا الضوء. يعني هذه البقعة من الضوء. اه توصل للمتلقي الاعمال العادية. هلأ اه فيه فلتان على كل المستويات. مين ما بده اذا بده. هو وعم هو وتحت الدوش عم يتحمم في غنة وينزل اه على السوشال ميديا. وفيه ناس بتتفاعل معه وبتحب. والناس يمكن من وراء مقضته وصار بده تغيير. عم تروح على التغيير لو كان غعاطل. يعني حتى كده شي ديفرنت كده شي فارق. حتى لو كان غلط عم تروح عليه. فيه ناس خلال هالسنتين اخدوا اكس بوجر اه اكتر بكتير من من فنانين كلاس اي يعني بنزدوا اعمال عم يدفعوا. هاي دا الاعمالات يا. مثل عبير نعمة. مارينين نعامين. الشامي. اه فيه فيه عدد كتير كبير. طبعا لانه اتغيرت كل يعني عبير في النهارة الى زمان. انا عبير نعمة من الناس اللي aneh انا انا من الناس اللي بيحب الله صوته كتير. بحب صوته. ام وبحب فنه. اللي عم بتقدمه عبير نعمة هو فن. راقي. راقي ومحترم وصوت يستحق انه يوصل عند الناس. انا مع بحكي على اصوات متل عبيرنامي. وحساس. بطلع عنا متل عبيرنامي. انا عم بحكي عن الناس المتعدية على الفن. اللي مقلب الفن. ماريلين نعمين كيف شفتها? مين? ماريلين نعمين. ما بعرفها. ما ما شفتها? لا. شو بتغني? بتغني يعني هي? بتغني مشاركت بمعماكب وغصم بمسلسل كانت عبدالله. اه اوكي اوكي هلا تذكرتها صح صح. كانت بيزوفوش فرانسة. سوري يعني عن جد انا ما انا بالقسة الاسامية. هلا عرفتها. ايه. شرع. كمان صوتا حلو. معقول تقدر تكتب اه نزار مسلا نشف لي هالصحة نقزة نضيف وهيك قصص ولا تعتبر. لح فيه ناس بيكتبو انا ما بعرف. ايه بس غلط ولا صح? اه كل حدا بيكتب انا انا مع مع لانه كل شي صاد مسموح. ما بقى في ضوابط. لك هاي دي ما فينا نحكم. لو انت كنت نقيب بالمسيقين مثل هاني شاكر وبالباور طبعا. كنت بعمل على. كنت بتمنع. نحنا وضع البلد وضع البلد. ما بيسمح لنا نعمل الاولين هلا. هلا ملنا وقت الاولين. اهلا شو خاص. بس انا كنت لو كنت نقيب كنت بشتغل على اه تقطيع المرحلة اول شي وتاني شي متل ما بيعملو هلا حتى النقيب هلا ايك عم بيشتغلو. عم نمرق مرحلة يمكن ابدأ مع انه الفان انتبه هو حضارة الشعوب. بس انا قابل ازا تشوهت هذه الحضارة تشوهت حضارتنا يعني ملنا هيني. بس. بس اه بدنا نقطع المرحلة مضطرين في شيء ابدأ لنقدر نوصل لمطرح نقدر يكون في عنا بلد يكون في عنا نظام يكون في عنا قوانين ونقدر نشتغل على انتاج او اصدار قانون يحمي اذان الناس من الاعمال الرديقة. تقدروا بزمان اليوتيوب بالسوشل ميديا. منقدر على ايه? اكيد منقدر ازا في قانون بيحمي اكيد. اه. بيمنع وبيحمي. شامي شو رأيك فيه? ظاهرة هيك اه. اغاني. اه متل ما بيقولوا كان ملحم يظل يقول على اه هلأ اه اه طب عارف عامل حيالي بتصور. اه. الناس بتحبه مع انه انا ما حافظ له ولا غنية. ولا حتى بالشخصية. ازا طلب منك تكتبله بتكتبله? ما اه ما اني حافظ ولا غنية اعرف كيف بيغني. بس ازا اجل عندك قل لك بدي غني. لا اكيد انا بدي اعرف شو وضعه من الاول قبل ما اكتبله اكيد. اه. بدي اعرف شو بيغني شو وضعه انا عندي تاريخي ما بيسمحلي بقى. اه. تغلط? اغلط اكيد. ممنوع ادعز دعصين هاصل لانه. وقال لك انت بكون. كان بيكون معي فلوس كتير ومصاري كتير. لو بدي. بس هو. لو بدي اعطي كيف. هو شغل كون بزنس ولا شغل? لا. اه انا شغل. شغلنا لا. انا اسألني ايلي عن شغلي انا? شغلي انا لا. انا بنظري الفن اه بعتبره اه مسئولية ورسالة. خاصة بعض اللي عملنيه. صرنا بي. انا في عندي اغاني صارت بي بزاكرة الناس. بضمير الناس. ما فيني ارجع. اغير نظرة الناس لهاي النوعية الاغاني. ام. ودي اع الشيخ. تكتب له? بحبه. بس اه ما صار ما صار ما تلاقيت فيه. تكتب له اذا طلب منك? بكتب له لا اه يمكن ما بكتبه بس في كتير بيكتبوله. في ناس بتكتب له. في ناس بتفهم له طريقته ومغنيه وبتكتب له انا. ما بلاقي حالي يعني. شعره انواع. مش معناتها ما بيعنيلي او ما بحبه. شعره انواع يعني الشاعرين هني كذا نوع? ايه طبعا. ام. طبعا. في شاعر كراكوز. ام. وفي مغني كراكوز. ام. وفي مغني صح. مين عم يشتغل اكتر في مطرب. في مطرب. وفي نجم. تبه مش ضروري يكون مطرب. في نجومية. يعني هايفا وهبي نجمة. ام. مان مطربي بس نجمة. ما فيك تنكر نجومية. بس ما بتكتب له. ما بكتب له لانه ما بعرف اكتب له. مش لانه بكتب له. اليسر رحباني بيعرف اكتب لها هايفا ونزار فرانسيس ما بيعرف اكتب. ايه. ليش لا. ليه? لانه يمكن اقوى مني بهاي الموضوع. بهايدي ال. بهايدي التشعوبات الفنية اذا بذلك. شي مرة. شي مرة اتصلت فيك هايفا قالت لك بالدغنية. لا بس لقيت فيها اكتر من مرة. بحبها. انا بحبها لهايفا. بحب زكاها بحترموا. ايه. وليش? انا بحترم زكا هايفا وبحترم المطرح المكان اللي حطت نفسها في هايفا. هذا مكان كان لا لا. بالفن في حدا لازم يكون متل هايفا. بكل موسم فني ازبط تلك. لما اجيت هايفا انا ضد مين? مش ضد هايفا. انا ضد الهايفاوات اللي صاروا بدون يعملوا كلهم هايفا. لقلدوا هايفا. ايه. ايه ده غلط. التقيت فيها كزا مرة ما قدرتوا تتفقى. المسبت يتحلق لا. ايه ما 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 حكينا بالفن اصلا ما حكينا بالشغل. ده شو تلتقوا لك ايه. وهيك انه تلاقي فيها وسلم عليها واقعد انا ويه. بقى عادة. اه. بس اه ما فيك ما تحترم زكاها. وما فيك ما تحترم انه كمان هايفا كممثلة نجحت. انا بشوفها ممثلة ناشحة. اه. عملت ادوار بالسينما النصري. وفي النينة استعراضية ناشحة. اه. انا ما عم بقول انه. بس انا اللي بيعني لي انا بشغلي كفن. انا ما بعرف اشتغل معه. بعض الفن ريسارة? عندي انا بعض وبعض في ناس يمكن ايه بيقاملوا بهيدا الشي. لكن تبه فيه بكل المراحل. بس انا ونحنا صرنا بالسوشل ميديا ومنعرف كل شي. بكل المراحل. ايام ام كلتوم. والعمالقة الكبار. ووديع الصافي. وعبد الوهاب. وفريد الاطرس. ووردها الجزائرية. وهيدي العالم الناس الكبيرة. كان فيه على طول. متل ما عم نحكي هلأ. فن هابط وتافه وحتى اليوم ما بيتغنى. لليوم ما ممكن حدا يقبل يغنيه. وما كان حدا يشوفه. وقطع. بدك تحكم على الاعمال. بس كان قابل فيه كنترول اكتر من الازاعات. من الازاعات. اوكي. انا انتبه انتبه. في ناس كان عندها اغاني. بدون ازاعات وبدون تلفزيون كانت من تشرب كل الشارع. العربي. بس كانت الازاعات. بس قطعت المرحلة التاريخ الوقت. بغربي. هو اهم غربان. الوقت هو الغربان الحقيقي. اليوم شو عم نسمع? هلأ مسلا من اغاني التسعينات. شو بده? بعد عشرين سنة. او تلاتين سنة من اغاني التسعينات. هلأ قل لي شو بعدك عم تسمع من اغاني التسعينات? وبينعدوا على الصبيع الاغاني. بس. بس الزبدة. اه. بس كيف في حدهم اغاني ما بتنسمع. وانتشرت ونجحت بوقتها. بس راحت هلأ انتهيت. اليوم بدك تحكي بعد عشر سنين شو عم نغني اليوم? شو بيبقى من كل عشر اغاني? بيبقى اتنين او تلاتة. او اني. مع العمر اه الشاعر بيخف انتاجه? لا بينضج انتاجه. مم. لاني كم عمل. وكل شي بيصير قيم. كم عمل يوم نزار فرانسيس بيعمل بالسنة? لا انا هلأ بقدر اعمل مية عمل. بس انا اللي بدي اقوله انا كنت اعمل بالتسعينات كنت اعمل اربع اغاني بالليلة. مم. بس انا اللي بدي اقوله انه صار اللي حق بعد هايدي المسيرة. اللي حق انا اتأنى بتوزيع اعمالي. اتأنى بنتنزيل اعمالي. صار اللي حق اسأل. وطول بالي. وعد للعشرة حفاظا على التاريخ والمسيرة اللي مشيت فيها. لانه انا كتير بعتبر بعتز بهايدي المسيرة. وبعتز بهاي الاعمال اللي عملتها. فالي حق انا احترم هيديك الاعمال. واحترم هيديك المشوار اللي تعبت فيه اللي كنت عم بصنع فيه نزار فرانسيس. هلأ وصلت لنزار فرانسيس. لازم انتبه كتير لحالي. وما كب اغاني كيف ما كان. وما اتسرع. وظل محافظ على عملتها. فهيدا الاسم يعني يعطيني حافظ اني اني اتقنى. ونقيت ان ايه صرت. ما بقى عيز اعمل الاسم. ما بقى عيز اعمل اغاني. والعالم بتغني لي اغاني. المواضيع بعدها متوفرة. ايه اكيد الكلمة ما بتخلص. لازم تكون تتابع جيل الشباب اليوم كيف صار عايش كرميل لا تقدر بتابعوا ايه. انا من الناس اللي حاضرين على 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 السوشيل ميديا وعلى طريق التعاطي مع الشباب. لما تشوف جيل الشباب الجديد اللي طالع ب بجيل انت ما عشته. اكيد. بتتقبله. بتقبله لانه بتقبل ولادي. انا بعرف من ولادي انا. بس ولادك اليوم ادي صار عامارون? يعني عندي ابدي عمرو بسيطة وعشرين قرار وعشرين سنة. في جيل جديد طالع. تحت الخمسة عشرين. هاودي بيجو هاودي الجيل هدا رفتين. هلا زيد. بيجي مع الشعرة طبعوه الملاحنين طبعوه المطربين طبعوه. في ترند لكل زمان. كل جيل كل رف في له كل معطياته. شعراءه. ايه طبعا. تتقبل هاي الموضوع ولا بترتقول شو هالشاعر? لا ابدا. شاعر يلا. لا لا بالعكس بالعكس بالعكس. هو عم يتعطى مع حياته مع طريقته مع اناعاته. وانا علي اني احترمه الدنيا مدامة. مين من شعراء جديد بيلفتك. لكل شي بدني اقلو اخر. انا عندي جرأة انه ازا بطلت قادر اعطي اني انا واقف. انا بقول بدي واقف. تعتزل. ايه. عندي هاي الجرأة ما ما يعني خلق معنى ايماني بيقل لي انه كل شي الو بيديه. اقلو نهاية. مين من شعراء. فقبل نزاري فرانسيس كان فيه غيره. كان فيه ناس ناجحة. مين من جيل الجديد بيلفتك. بصراحة ما بتابع انا يعني من هاي النوع متل ما انت عم بتقلي. بس اوقت بسمع هيك اغاني بتبقى بتقطع اغاني حلوي بحسة مهضومة. انه مؤخرا اللي عمل تراند مسلا متل علي المولا. ايه. شو بو? عمل تراند بي بي. عمل طريقة جديدة. ام. علي المولا بعرفه بحبه كتير. عمل طريقة جديدة بنوعية الكتابة. وهيدا شي حلو. اغنى الساحة الفنية بطريقة جديدة بالكتابة حتى انه صار فيه ناس بدا تعمل متل علي المولا. هيدا الغلط. قدر قدر يعمل بصمة خاصة لقلو. ايه. ايه. علي المولا عنده طريقة حلوة انا حبيتها صراحة. قلت له اياها. مسلا فيك انت تكون عم تلحقه كمان ولا لأ غلط. الحقه ليش بدي قلحه. يعني ما انا عم بتقول لي انه في كتير ناس صار ويعملوا متله. انه اذا الواحد مسلا تنقول لفتته هالطريقة وجرب يعمل متله. لا. طريقته. ولا لازم تكون كل بصمة من فردة يا عم. اكيد انا عندي طريقتي. يعني اياما ناس بدي تعمل كينة نزال الفرنسيز كمان. ام. كتنزعج. وعملت. كتنزعج. وقلولي كان يجو لعندي قلولي. شو اني انا. عم بيقى الدوبة. كنت القدوة. الاساس فيها. هايدي شغلي بعتز فيها. بتخاف على. وما انها مشكلة. ما بتخاف على لا لا ما بخاف على غنية اللبنانية لانه قلت لك بعض شوي رح بيهز الغربيل وبيقلك من الميت غنية كان بعض في غنية رح يضلوا بذكرت الناس. متل ما قلت لك من سنينينية. بس هالاغاني عم بيجيبوا مليونز على هايدي هايدي طريقة التعاطي هلا. وكانوا كانوا بالاول ما في ما في سوشال ميديا. بس كانوا بالاول ايه على الازعات وعلى هيدا هني الشغل الشغل. شي مرة كتبت غنية لشخص وما كتما اقتنع? لا. انا انا بدي حب الشخص بالاول. وبدي اقتنع فيه وبصوته. لا اقادرة. ازا عرض عليك مبلغ كتير كبير. واو كتير صارت. ما بقبل. شو اكبر مبلغ عرضه? انا انه ما اكتب لرقاصين ورقاصات. شو اكبر مبلغ عرض ولاك? لا كتير. في كتير نس. يعني? في نس عرضوا علي تلاتين الف دولار ازا بعطي غنية لحدة. ايه? بتا يحطوا اسمهم على اسم نيزار يعني بيراب. لا. تا اكتب انا لحدة. ايه بس انت يحطوا اسمهم مع اسمك. ايه ايه اكيد. ام. تا يجمعوا اسمهم باسمك. وما قبلت? بيعرفوا. اليوم بعد الازمة البنوكة وكل هالقصص ما بتفكر فيها امارتين. لا لا لا. لا ابدا. انا ما بغير اناعتي. انا ما ابدأي بهيد بهالمشوار اللي عملته انه. شو اللي بيهمك بالفنان صوته? اكيد صوته سمعته. يكون عنده صوت يعني. طبعا. بيكون شرف بلد. الفنان هو 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 حضارة البلد. ازا ازا فنان ما عنده صوت منيح ولكن هو نجم. والعالم بتحبه. انه في كتير فنان. في كتير فنانات بتنشز. بتصير. بتصير. ام. بتكون بيكون نجم. ام. ايه واذا? هيدا النجومية هي فن. ايه ما بتقبل تعطيه? الكاريزمة واستعمال الكاريزمة صح. هيدا فن. هيدا عمل فني. ما عمقلك في ناس نجوم نجوم بدون ما يكونوا ومطربين. ام. وفي ناس مطربين بدون ما يكونوا نجوم. وفي ناس مطربين ونجوم. ما عيدا اللي بينجح. خلي ارجع معك على لبنان. انت اعتبرت انه الثورة كانت سبب اه بسرعة انهيار لبنان. ليش? يمكن لانه ما قلت ما اكدت بس قلت يمكن ايه تكون هي الثورة اه بمكان ما سرعت بهذا الانهيار. ما عطت فرصة للي بيلملموا يقدروا يلملموا. فبدل ما يكون الانهيار على مراحل او سنتان او تلاتة يمكن. ويضل في تدارك للانهيار شيئا فشيئا ويصيروا يهدوها من هون ويصب جوا من هون ويرقعوها من هون. وما كان يتراحق مصاري الناس يمكن بهالطريقة وبهالانهيار السريع. يمكن الثورة اجت بجمعتان عملت هالشي. بتصور هيك يعني هيدا رأيي تحليل يمكن. عائلتك محيدة شوائي. او انه او انه خلاص المكتوب بده يصير. والمؤرر من بره بده يصير. عائلتك محيدة شوي عن السوشيال ميديا. يعني قليلة تنشر صور مع عائلتك. شو السبب? اللي انه عائلتي ما قلة علاقة بالفن يعني بفني وبشغلي. هني ما بيحبوا كمان. يعني هيك عودتهم. وانا انا ملتزم بهيدا الموضوع. عائلتي بس بيخد رأيهم اكيد باعمالي وبشغلي. اه لكن وبوثق فيهم. بوثق في. علما لانه بالثورة انتشرت اه صورة لانت نشرتها مع عائلتك. ايه. ايه. بالكورونا. بالكورونا. في ازلة الكورونا. اه. فكنت عم بشجع الناس تلتزم البيوت. اه. وكانت عشنا مرحلة رعب. كنت عم بلتم بالثورة انا ما ما تعطيت. بتتناقشوا بالبيت بتتشارعوا عالقراء السياسية. ولا بتقللن انه ما تفوتوا باحزاب. ما تتبعوا حالا. لا هني 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 يعني مأثرين فيي. والادي مأثرين فيي. انه انا متل ما بيهم ماشي بيمشوا. اه. فبيعتبروا عندن انتماء وعندن عدم ولاء لشخص ضد اخر. اه. فيك تحب حدا بس ما فيك تكون محبتك لحدة تقزي غيره او تستفز غيره. انتماء انتماء نيزار فرانسيز بس للبنان. للبنان فقط لغير. اه. مشان هاك عندي ايمان بالجيش. وعندي ايمان بهذه المؤسسة. لانا بعدها جامعة. اه. ما انتخبت? وين انتخبت? عم بسألك ما انتخبت? لا باخر انتخبات. بلا اكيد انتخبت. يعني بتختار. اه. بختار لكن شو لكن. ما فيني غيب عن عنواجب. هذا واجب وطني. مين اخترت? هيدا هيدا رمزة انت انك تنتخب. مين اخترت? اخترت اللي فيها النصيب. بس اه بس انتخبت اكيد انتخبت. مم. يعني عندك اراء بس انت قصدك بتنصح ولادك اراء او اراءك ما بتحكي فيها. ما بتجاهر فيها. ما بستفس حدا فيها. مش تستفس حدا فيها. لا في انا ولادي متفاهمين بهذا الموضوع. من اول ما ببلشت بمشواري. عامل حسابون وهني هلأ كبروا. وعاملين حسابي. يعني انا. بس بلشت هيدا الحرب شو قالولك? يعني انا لقلك شغلي. يعني انا من لما كان ولادي عندي بنتين اجيين يارا ولما وبعدين اجيين شربيل. كنت الا لما دامتي كنت الا. انا ما بسهر. لهلا بعدني. وهي معروفة عني. انا ما بسهر بنايت كلاب. او ببوب وبشرب وبقعد. ما بتلاقيني هونيك لحتى ما يجي نهار من لما كانوا صغار. حدا الا لابنتي شفت. كنا نحنا وبيك وكان كنا عم نشرب كاس وبحلف ولاني. مش هيك بسكر من هيك? وسكرنا وكان يقعد. بس غلط ليش? اه لا مش غلط. انا ما عم بقول غلط. بس انا هيك تفكيري هيك. انا حدا. بهمك السيت. اكيد. لانو سيتك وسمعتك هي رسميلك. يلا انا قبل مصاري. اذا سمعتك مش منيحة. هي اللي بتبقى. هي طبعا. فيه نزة. هاي دي الكود هاي البار كود تبعك اللي بتتركه هون. فيه نزة علينا. اسمك. اسمك هو سيتك. انا بقلو ان ناس بتجي وبتروح. والايام بعدها بتركد. ما هدي هالكون. منلبس اسامي. منشلحها ومننام. ومنروح. وبتبقى الاسامي هون. هي البار كود تبعك. سمعتك. اسمك هو سمعتك. هيدا اللي بيضل منك هون بتتركه بها الدنيا. لا بيقولوا عنك كنت منيح. يا بيقولوا عنك كنت مش منيح. فيه نزة علينا منك. عندك خلافات. بتمنى انه ما يكون فيه ناس زعلاني مني. بس اكيد فيه ناس زعلاني مني. ليش? بس يمكن ما بعرفهم. بس انا بتمنى يكون ما حدا زعلاني مني. كيف يعني ما بتعرفهم? على اكيد فيه ناش بتزعل مني بدون ما تقلي. لانه انا بواجه. انا اللي بيزعل مني بواجه وبيقول له لاش. فيه ناس بتزعل ما بتواجه. مين اخر حدا لأنه هاي السبب بتصير كتير أنا بحكي بالمواضيع لأنه أهم حل المشكلة إنك توجهها مش تهرب منها ولا تزيح عنها ولا تجيها لا اليوم شو بتقول ريسير لكل الناس اللي عم تسمعنا اللبنانيين اللي عم يسمعونا بظل هايدي الفترة قبل ما نختم حلقتنا بدي يقول لهم خلوا إيمانكم قوي بهذا البلد نحن تعودنا على تعودنا على المصايب وعلى الهزات بس رغم كل الهزات الدنيا بتهز ما بتوقع هيدا مثل لبناني كمان وخلوا إيمانكم بلبنان مش حبكم للبنان لبنان بدوا إيمان ما بدوا حب تقل لهم راح تفرج راح تفرج وبدي يقل لهم بالآخر أكيد البكرة أحلى وكل شيء له نهية كنا عم نحكي قبل شوية كد شيء له بداية له نهية ايلا أنا هايدي بقول بهالكون أنت ضايف لا تعادي حدا مش محرزة ربي بمشوارك عدا كل شيء ابتدى بهالكون بده ينتهي وما بيمتهي إلا اللي وحده مبتدى شكرا لقلك دينزار فرانسيس اليوم على تلبيتك هالدعوة وعلى الشعرين يلي قلتنا إياهن خلال الحلقة يلي عن جد فيهم رسالة جوهرية إن كان بأول وحدة عن بيروت أو هلأ عن العداوة بالحياة بدأت شكر وجدك معنا وبدأت شكر كمان كل الأشخاص يلي كانوا عم يتابعونا على أمل لقاء الأسبوع الجاة بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر